اشتركوا في القناة بسبب الاسلاك الكهربائية الموجودة في الغابة ما تسبب في حرق كبير اصفر عن خسائر مادية مهمة وذكر رئيس الجماعة قصر الكبير ان مساحة شاسعة من الاراضي الغبوية العمومية والزراعية التي تعود للملكة الخاص اضافة الى اراضي سولالية قد عرفت خسائر كبيرة خاصة اشجار الزيتون والصبار علاوة على رؤوس الماشية وشدد المسؤول على انه لحدود الساعة لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية حيث نجحت السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية والدرك الملكي في اجلاء سكان الدواوير قبل وصول السنة اللهب وتابع المتحدد انه في حالة استمرار العمل بهذه الوتيرة قد يستمر الحارق الى ثلاث ايام على الاقل وقد تتضرر ازيد من 1500 هكتار داعيا الى دعم المنطقة بامدادات اكبر في الساعات المقبلة من جهة اخرى اوضحت سيمو ان افة الحرائق تحتاج الى اجراءات عاجلة لتفادي مثل هذه الاحداث في المستقبل مذكرا ان ليلة العيد قادت ان تحدث كارتا مماثلة لو لا تدخل السكان المحلي